بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم أشخباركم أحوالكم طيبان أتمنىكم يا ربي تكونوا كاملين بصحة أو سلام يا رب مع عودة الوليدات المدرسة أكيد كنحتاجهم مثل هذه الوصفات هذه اللي تفك مع اللانش بوكس والقودتي والإفطار ديالهم اليومي ما ننساش باش نقولكم يعني سانة دراسية موفقة الوليدات ربع وينهم إن شاء الله بالتوفيق والنجاح وبداية أسبوع موفقة لنا أيضا كذلك اليوم بثلاث حبات ديالبيض ومن خليط واحد غد نحضروا هالثلاث أشكال لي كيجوا أروع من الروعة ثلاثة الأشكال غزالين هادلي مافن براوني أو لبراوني مافنز كيجوا غزالين هائلين ذاك الشكلات دائب فيهم وخفاف خفاف ريشة وما دقهم ما نقول لكمش ما دقهم كيجي خطير وغد نحضروا أيضا غالات أو لحلوة البيوز بنفس العجن كيف قلت ثلاث حبات ديالبيض ومن نفس الخليط غد نحضروا هالثلاث أشكال باش ننوعوا اللي وليدات كل نهار تسفتوا معا مشكيل وغد نحضروا لي ماتلين أيضا كيجوا هائلين ناجحين لوصفت بثلاثة أروع من الروعة شاش وخفاف ومدقات متنوعة ومع طريقة الاحتفاظ والتخزين ديالهم والأخت اللي بغات يعني تضاعف الكمية ممكن يعني تديرها على مرتين أو لتتوفي حاجة على حاجة على حسب الوليدات كيف قلت ثلاث حبات ديالبيض غد نوضعهم في بول بهات الشكل دالوري كل شي يكون بحرارة المطبخ واحد رشة ديال الملح من ساهاش مع القصغيرة عامرة ديالنكهة الفانيلا مع القونص وإلا استعملتوا ليساشي غد ديروا ثلاثة ليساشي ديالنكهة الفانيلا بالنسبة للسكر عندي كأس ونصف سكر سانيدة والمقادير كامل عدا ان شاء الله تلقوهم دبوتين في صندوق الوصف كأس ونصف ديالسكر سانيدة غد نخلط هاد المزيج مزيان حتى نحصل على مزيج أبيض يعني ضروري سواء تخدموها كا أو لفترها بفتحانة يعني ديلة العاصير تخدموه مزيان حتى نحصلو على خاليط مزيج أبيض بهذا الشكل كدب لنا ديك سانيدة وكيطلع لنا البيض وغد نضيف لي كأس وربع ديال الزيت بنفس المعايير خديتهم بنفس الكأس والكأس رح قياس 150 جرام أو 150 ميليليتر كاس وربع ديال الزيت اللي كنسكبوه بهذا الشكل أنا كنباطي وكننديروه على شكل أخويط بهذا الطريقة بالنسبة للحليب غدا نضيف جوج كؤوس ونصف ديال الحليب جوج كؤوس ونصف ديال الحليب غدا نضيف ليهم أيضا واحد معلقة كبيرة ديال المربة المشمش او للعسل اللي بتوفر عندكم وجوج معلقة كبار ديال الخل نخلط هاد المكونات جيدا غير بالفوي سافي باش نضيف الدقيق والخميرة ديال الحلويات بالنسبة للدقيق هنا عندي خمسات الكؤوس ونصف معبورين قياس في الأول عبرهم لأننا ديال المقادير رفيتة ديرام هاديرها يعني عد دائما كان جرابوها دا عد كانت تكون مقادير مضبوطين وثلاثة اللي صاشي ديال خميرة الحلويات مجموعة 24 جرام ديال خميرة الحلويات خمسة ونصف كان ديالهم خمسات الكؤوس ونصف ممسوحة خمسات كؤوس ونصف ممسوحة ديال الدقيق كان مغربلاه ووضعها دفعة واحدة والكأس السادس اللي غدا نضيفو هادا كان بقى نضيفوه بشوية بشوية الخليط كيكون بحل ديال كاك ولكن تقيل عليه يعني ما كان خليوش خفيف كيكون تقيل علي الخليط ديال كاك واحد شوية هادا اللي كيخليلي ما فني يعني تفقعو وكيجيو زوينين ولا حتى اللي مادلين يعني ما نخفوش المزيج ديال كاك بتاتا راح شفتو شوية شوية تقيل شوية شيئا ما شفتو شوية على الخليط العادي غدي نقسم هادا الحصة على ثلاث حصص باش نشكل من هادوك ثلاث أنواع ومتبع الحال كل حصة غدي نعطوها نكهة زيادة باش نحصل على الثلاث أشكال اللي أنا حضرت أنا حضرتهم يعني غير عيني ميزاني حاولت ندير ثلاثة الحصص أول حصة اللي غدي نخليها المادلين غدا نضيف لها القشور ديال الحامض غنزيد نسمها بقشور ديال الحامض والحصة اللي غدي ندير بها المافن براوني ديت لها نكهة الكاراميل وحد نسمعي لقاوه معلقة كبيرة ديال بودرة الكاكاو تكون نوعية جيدة هادا كاكاو شوكولان واغ ولكن نوعية جيدة أنا شاريها للعبار للأمانة يعني ما هادا ولكن نوعية بزيانة سوف غدي نمزجهم جيدا وغدا نضيف لها حبيبات شوكولات تقريبا نقولوا واحد نسكاس هاكاك ديال حبيبات ديال الشوكولات وهاد زليفات كل زليفة غدي نخلطها وغدا نغلفها بالفيلم آليمونتر وغدا ندخلها المجمد تبقى في المجمد نساعة ريتما نكملوا الشكل الثالث سوف نكلم بدا نجبدهم تباعا بالوحدة بالوحدة وهادي غنضيف لها واحدة رشة زيادة ديال بيكاربونات دو سود هادا رها متوفرة في بيم أنا خليتها هكا بشوفوا لماك متوفرة في بيم واتمنع لما أدن مناسب يعني وش خمستاش لدرها مش حاجة بحالماكا الرشة المعلقة ديال بيكاربونات دو سود إضافة لهاد ليمافنز نمزجها مزيان ونغلفها بالفيلم آليمونتر كيف قلت وغادي ندخلها المجمد أقل مد وحد نساعة تبقى هاد ليمادلين اللي نسمتهم بقشورة الحامض بنفس طريقة غادي نخلط قشورة الحامض مع المزيج ديال هادا الكاك اللي احنا حضرنا وغادي نغلف ايضا بالفيلم آليمونتر وندخلها ايضا مجمد نساعة هاد الوقت اللي هما في المجمد أنا غادي نحضر فيه الشكل الثالث يعني هدا هو الوقت وحضرتهم متابعين بالنسبة للشكل الثالث هما للقالات او لحلوة البيوز نسمتها بقشورة ديال البورتوقال وخديت تقريبا واحد مع القاونس اللي غدا نضيف لها معلقة صغيرة ديال بودرة الكاكاو باش تعطيني لون هادي فقط للتزيين هادا مع القاونس البنت لكم العاجين تقيلة وهذا نخففها بشوية الحليب ولا شوية ديال الماء أنا ديت لغير شوية قطرات ديال الماء يعني باش تخرج لينام البلاستيك ما تكون شعاسية فقط فلاطا مفرش لها ورقة طهي كنبدأ بالمعلقة كناخد وكنشكل حاولوا ما امكان نخدو غير قياس معلقة فقط كافية معلقة ونعطيها شكل بيضاوي او لشكل دائري لكم الاختيار معلقة وكنحطهم متباعدين بهذا الشكل وحاولوا ما تكبروهمش لانا بتايسيحو تايزيدو يكبرو في الفران يعني حاولوا ما ما تكبروهمش كسر من هاد القياس وديك المزيج ديال الكاك اللي وضعنا فيها الشوكولان اللي لونته بالشوكولا وضعته في بلاستيك غدائي وكان بدان زيين به به هاد طريقة كان وضع خطو ترقاق بهاد الشكل والشكل راه واضح مبعد ما اكملت غدي ندخلهم الفرن ساخن انا وانا كنخدم يعني الفران تايسخن على اعلى درجة وغدي نخفض النار 180 درجة النار من الفوق او من الاسفل او من الاعلى ونخليوها حتى كيتحمرو حتى كيتذهب اللون ديالهم بهذا الشكل تقريبا 15-20 دقيقة يعني كل واحدة على حسب الفرن ديالها خليتهم احتبردوا تماما وكان بدان اخذ كل قطعة تلصقها مع التانية بمربى المش مش هاد الكمية عطتني تقريبا 11-12 قطع هذا هو القياس اللي كتحطي يعني من بعد ما لاسقتهم قدرتوهم صغار تحصلوا على قطع اكتر وهادو ايضا كيجيو رائعين ولداد يعني كيجيو من السمين بالليمون كيجيو غزال من بعد ما كملت الشكل اول جبت اول حصة اللي كنت وضع في المجمد هاد لي مافنز وشفتو كيفاش كيزيد وعقادو يعني داك المزيج كيزيد يتقال واحد شوية كان بدان اخذ قيمة معلقة ونص وكان وضحاف هاد ليمون ديال لي كاب كاك بهذا الشكل تكون يدي سريعة الفران راه سخون يعني احنا راه طيبنا الشكل هادا والفران باقي سخون على نفس درجة الحالة راه 180 درجان نار من الاسفل ومن الاعلى دفعة واحدة كندخلي هاد لي مافن كيك من بعد ما كنكمل يوم تزيين في الوجه ديالهم وديروا رشة يعني رشة سخية ديال هاد لي بي بي دو شوكولات لانهم ملك يعطيهم حد تزيين وحد شكل زوين يعني ما حاولو كتروهم لانهم ملك يعطيهم حد الجمالية في الوجه ديالهم سفي كيف قلت اندخلهم الفرن النار من الاسفل ومن الاعلى على 180 درجة وتخليهم حتى كتحسو بهم تقريبا توا ما قد تعطيهم 21 دقيقة كان دي الكوغدون كالقاهم طايبين سفي دوي الشكل ديالهم بعد ما خرجهم تاكن خرج لي مافن عاد كان خرج الشكل الاخير اللي هما لي مادلين خديت مول ديال مادلين مدهون بالزبدار الشيتو بالضقيق كان بدا ناخد قيمة معلقة كبيرة تكون عامرة مزيان في كل حفيرة هكا ديال مادلين وبنفس طريقة طهي الفرن راح سخون ودرجة الحرارة 180 درجة من الاسفل ومن الاعلى وكندخل هاد اللاطة هادي انا كنخلي لي هاللاطة ديال الفرن من التحت يعني كان وضحها كان خبطها شوية بحل مهكا حتى كتقد وشتو ديال اللاطة في الفرن وكان وضحها في القلب ديالها وكان نقفل علي هالفرن نار من الاسفل ومن الاعلى حتى كياخدو هاد اللون مدهب وهادو التاليين يعني اللي بقاوه في المجمد يعني المتبقي شوفو كيف يجيو بوم بيك حسن من دوك اللولين هدا هو الشكل ديالهم بعد ما بردوك كيجيو ايضا دي مادلين من نسس من البلبر والرتقال كيجيو غزال وشفتو بثلاثات البيضات ومن خالط واحد حضرنا ثلاثات الناكهات وثلاثات تشكيلات اروع من الروعة حضرنا هاد لمافن براوني كيجو غزالين هائلين ورائعين حضرنا لقالات كيجو غراء رائعين ايضا وحضرنا لمادلين طريقة احتفاظ بهم هي هادي في البوات كنا نخزنوهم وننخليهم بغرفة اللاجل تحت وكل مرة يعني هكا تاخدو منهم سواء الفطور او للقوتي او للانش بوكس انتمرنا هاد الاقتراحات اروعكم تجربوهم ان شاء الله في بيوتكم شكرا للمتابعة وانتدونين في الحلقات المقبلة باذن الله اشتركوا في القناة